اشتركوا في القناة 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 ومشت كذلك المدينة المدينة اليوم عندها 480 مليون ديال غازوال في العام وانتي كتقولي بأن الشركة الأينارة شركة خاصة شركة سباسفير شركة خاصة كل شيء تخصص اذا هذا 480 مليون تنتين كنترح سؤال في كيف تديرها ثم ماشي هي الجهة اللي ممكن تحاسبني كين أجهزة اللي تتحاسب الرئيس ماشي هي ما عليك إلا تنفذي القرار اللي كنصفت واني كنصفت أنا واحد مقرر ديال المجلس تفعليه انتي الدور ديالك وتفعليه لا هي كتتعامل معي أنا كدريس الرازي ماشي رئيس مقاطعة وكترفض شيء أشياء اللي ما عنداش لحق ترفضهم أنا صرفت لوحد مجموعات المراسلات للدورة على أساس إدراجهم فن ما شارت ليهم لها في دورة ما راسلتني عبر المراسلة والقانون تيقول خصة تراسلني هادي فائد دارتوا الجامعة واللي كاتف تاخر به يابين ندرتوا واحد فائده ولكن على حساب المواطن الرباطي واليوم احنا كنشوفوا المقاعي بغين يديروا إدراب ديال ثلث أيام بغين نشوفوا أصحاب الطاكسيات تموا بغين يديروا إدراب الوضع اليوم ديال الرباط كيفاش دليل البلاد كامل نيو خصة نساموا في استقرار هاد البلاد هدي ماشي زيدوا في الحتيقان ديال المواطن كتف تاخري انكي طلبتي الواحد درائب اللي على المواطنين اللي هي درائب ما تتتوقعش ما غالية ما المهم فيها جميع ديال السيدة غادية تتفتخر بأنها درت واحد الفائد هذا الفائد ها هو هو ديال سستاد المليار وتسعمية وتمية 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 وتمانين الفرنك ووهدا سبعاد المليار هذا الفائد مع كامل الأسف ما أعطتنا التشي واتيقا قراتوا علينا هاكو صوتوا عليه هاكو صوتوا عليه مني كا تجي متانس تدولي اقتناء أراضي فين قينين هاد الأراضي وعوش غنديروا بهاد الأراضي فمتي شنو متن ديروا تعويض الملاكين عن نزع الملكية ونحن كنا عارفين واحد عدد كبير ديال الدعاوي على مدينة الريباط شكونا هم مادل ملاكين اللي خلصتنا اليوم تلاتة تلاتمائة مليون واش عطينا شي وحدين أولوية وخلينا وحدين اللي قدام قبل منهم هذا للمنطيق انا ما كنا نقوله شي حاج قطينا عقارات أربعمائة مليون شراء ديالهم اه شراء العقارات ليش تعليح ما عارفين شراءت الأسئلة يلي ما عارفين دورة الجلسة دورة ديال الميل الثلاثين ثلاثين عرفت واحدة جدا مؤسفة في مجلس مدينة الريباط بحيث بدأت الجلسة بقتحام شخص غريب عن المجلس ما كان عارفوش قتحهم القاعة وبدأ كيذر الفوضى وكيغوت وكيسب بجمع عدل الأشخاص من الأغلبية من الحزب ديال العمدة في بين كين نشي تصفية ديال الحسابات وعواد أن الرئيسة تطبق عليه القانون وتجري عليه من القاعة كيفما يقتطي ذلك القانون التنظيمي وقانون الداخلي أعطيته الميكرو قلت لهك تكلم على خاطرك يعني هذي باينة كانت مسراحية مخدومة لتصفية حسابات داخلية بيناتهم في الحساب التجمع الوطني للأحرار فهنا بدأت الفوضى وبدأت صداع في المجلس من بعد القانون الداخلي يمنع الصحفة غير معتمدة أنها تتغطي وتصور في وصل المجلس فإذا بينا كتشنا إن شخص يصير صفحة صفحة فيسبوك صفحة موحي بي أسماء أغلال وعمدة الريباط يصور في الجلسة فسولنا قلنا وشك سيد وش عنده بطاقة الصحافة فسولنا ومعجبوش الحال فتعرض رافيق ديالي في المجلس فاروق المهداوي تعرض لإعتداء جسادي وشبع فينا هذيك سيد سبان وبغاي ضربنا بجوج بينا فمن بعد خرجوه فاروق فهذا خلق واحد الفوضى والجو جد مشحون في المجلس فأولينا كنشوف بلطاج أغلبية تجيبهم من المجلس لكي يعقروا السيار فكان واحد الفوضى فكان واحد نقطة جد مهمة مثلا نقطة برنامجة فائد سبعين مليون درهم نحيي وانا الجامعة تكون عنا فائد ولكن كي تتوظف فائد أنا كتشري به سيارات العمدة تبنى تلتاشا سيارة تبنى تلتاشا سيارة سيارة فاخرة سيارة دور نواب الرئيسة سيارة 20 مليون درهم في الأرى والعقارات ويأخذين ملف الدورة ويأخذين الورقات لا يعرفين هذه العقارات لا المساحة لا كيفية تقييم لا يعرفين كين تعويض الملكين جراء المسترة ويأخذ النزع الملكية الرباط سير اليوم بطريقة عشوائية من طرف رئيسة المجلسة القضية الصابو خرج فيها حكم نهائي قرار نهائي محكمة النقد بمنع الصابو ويأخذ الرئيسة بمخالفة أحكام قضائية نهائية وترجع الصابو المدينة الرباط ما معناها؟ بالنسبة للكلاب الدولار كيفية تشكر في الدورة في فبراير هذا الملجأ سيكون ملجأ نموذجي في المغرب ركشفت الحالة بالنسبة للمقاهي تشكو من طريقة الفرد الدرائب اللي عليهم فالرباط اليوم تسير بطريقة عشوائية من طرف هذا المكتب هذا المجلسة لا يوجد الأخلاق لتسير المجلسة لا يوجد الأخلاق لتسير المجلسة أنا الأول أنها تستقل وتمشي في حالة